بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام السلام عليكم ورحمة منه وبركات وربوان من المفارقات العجيبة الملغصة للحياة أن يكون بني وصيود الآن هم الأبطال ولا يجوز ذلك ولو لحظة من العمر فيطلع علينا السيسي كلب من الكلاب ويطلع علينا فرد من الفراد الجيش الآثم الغاصم لفلسطين الأبية ويقول نحن منا عنا مقدر ننكيدوا ونبمروا البنية تحتية لإخواننا في فلسطين وخاصة الغزة هل يمكن أن يستمر هذا هذا العبث اللئيم المشؤوم لا يمكن وتعلمون من خلال القرآن والتاريخ الصحيح أن من الإسرائيل لم يدخلوا أرض كنعان أي فلسطين بل من فضعهم القرآن ربنا سبحانه وتعالى قالوا اذهب أنت وربك فقاتل لأنها هنا قاعدون نعم هم القاعدون فكيف الآن يكونوا هم الأعلى العللين كيف لا يجب هذا ولكن لابد من ضرب هذه الأهمات القبيعة المشؤومة لابد من ضربها من قريب ومن بعيد ولابد من كشفها للعالمين ولابد أن نضرب ضربة من قاضية لكي يستطبل الأمن في تلك الديار والواجب هذا وجب عيني لا حدا من من يدعون الإسلام حقيقة أن يقول لا تفتني ولا أذن ليه لا نقول مع القاعدين القاعدون هم الخائنون القاعدون هم السفلة السفلة هم الشرابين وهم أسفل خلق الله والسلام على من اتبع الهدعى شكرا للمشاهدة